السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخي مطبخ شايماء عبدالغني. هنعمل النهاردة الملخية الجميلة اللي انتم شايفينها دي للمبتدئات. تمام شايفين الحلاوة شايفين الجمال. هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه? طبعا انا كان عندي شربة شربة بط. اه اللي ما عندهوش بقى بيستعمل مسلا شربة الفراخ. اه مرقة الدجاج. تمام? متفقين. دلوقتي انا بقى معي بصلة صغيرة. عشوحة كده في الزيت. لغاية لما اه تاخد لون او اه يا دوبك تتبل او تسفر او عايز تحمريها مفيش مشكلة خالص. احمرت خلاص معي اهي. هنزل بقى عليها بشربة البط الجميلة دي. اه زي ما قلتلكم. عندكم اي نوع شربة تاني شربة فراخ. هوبت بقى دايما حلوة في شربة البط وشربة الفراخ. ما عنديش يبقى بالمرأة. خلاص اديها خليها تاخد غلوة كده واجي نزلة بيئة الملوخية. انا دي المفرزاعة عندي في الفريزر. اه جاهزة يعني. خلاص اهوبت. اه كانت عندي فريزر يعني مش فريش. فاحسي بقى لغاية لما تفك خالص. وهستعمل طبعا هنا المضرب. علشان خاطر ما بيبقاش فيه اي تكتلات. التكاية بقى ان انا بحط راشة باودر. اه سوري راشة باكنج سودة. وبقلب كده. تمام? بالمضرب لي عشان خاطر لو في اي تكتلات ولا حاجة. تفك كده وتبقى جميلة. ويبقاش فيها ايه تكتلات. تمام? خلاص انا جاهز بقى التمى بتاعتي كده. وشوحتها هشوحها بقى في قلب الزيت. التاشة بقى بتاعة الملوخية الجميلة. هشوحها بقى في قلب الزيت. واول بقى التمى يبتدي آآ يحمر كده هنزل بقى عليه بشوية الملوخية. هي الملوخية اخدت غلوة او غلوتين على النار خلاص كده استوت. وهحط بقى ايه? هنزل بقى على التمى الجميلة دي بالملوخية اول ما تاخد لون على طول. زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى بينا ننزل بقى بالملوخية. الله على الجمال. طبعا عشاق الملوخية اكيد عارفين. زي ما انتم شايفين كده. حط بقى بقية الكمية بتاعتي. السلام بقى عادية لو في طاجن بقى شكلها جميل جدا. ها بس انا هنا استعملت عادي آآ التواصل عندي. زي ما انتم شايفين جميلة جدا. الله يا الله الله تحفى تحفى تحفى. جميلة جدا. بالعناة والشفى. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.